طب هنكمل مع بعض بيقول لي ايه? تلاتة سين زائد سبعة بتساوي تسعتاشر. المهرات دي بقى هو جايب للمسألة فيها. جمع وضرب في نفس الوقت. طيب احنا كده من المثلة اللي فاتت كلها هنستنتج ايه? هنستنتج ان انا عندي مجهول. وانا مش عارفة ايه بتو ايه? ومجموعة ليه رقم? فانا عشان خاطر يعني اخلي المجهول موجود في الطرف لوحده بطرح منه الرقم دوت. طيب يعني بقى عكس عملية الجمع عملية الطرح. طب لو المجهول ده مطروح منه رقم بجيب عكس عملية الطرح اللي هي ايه? الجمع. طب لو المجهول بتاعي مضروف في رقم اعمل ايه عشان اخلص من الرقم دوتو يبقى المجهول لوحده في الطرف بتاعي. بدل ما ما دام هو مضروف فيه يبقى انا هعمل عملية اسمه. طب لو هو مقسوم يبقى انا هعمل عملية ايه? عملية ضرب. يبقى انا بعمل عملية عكسية للي مع المجهول. طب لو عندي بقى المجول بتاعي هنا معي رقم مجموع ومعاي رقم مضروف في الاتنين مع بعض. المسألة دي انا ما بخلها على طول. انا بعملها خطوات. الخطوات بتاعتي بتبقى ايه? هقول كده اول حاجة. تلاتة سين زايت سبعة بتساوي التسعة عشر. طيب هقول كده. التلاتة سين زايت سبعة اول حاجة انا عايزة اخلي المجول لوحده. تبدأ مجموعة على رقم ومضروفى حاجة. اول حاجة هعملها هطرح السبعة ولا هأسمع التلاتة. اول حاجة هعملها ان انا هطرح السبعة من الطرفين. طب لو طرحت السبعة من الطرفين هيبقى الاجابة بتاعتي زي هيبقى هقوله تلاتسين زائد سبعة بتساوي تسعتاشر. بترحي سبعة من الطرفين هيبقى عندي ايه? تلاتسين زائد سبعة ناقص سبعة بتساوي تسعتاشر ناقص سبعة. يبقى تلاتسين بتساوي كام? السائد سبعة. هتروح مع ناقص سبعة. طب 9 سبعة 12 يبقى انا كده ايه خلصت اول خطوة لي طيب انا لسا عندي المجهول ما هواش موجود لوحده اما الايه المجهول بتاعي معاه عدد مضروف فيه اللي هو كام التلاتة طب هعمل ايه عشان اخلصه هقول كده انا عشان اخلص من التلاتة بتاعت دي هي ما دلوقتي موجودة بالضرب يبقى انا هعمل ايه هعمل العملية العكسية للضرب اللي هي عملية الايه عملية الاسم يبقى هقسم ايه الترافين على الايه التلاتة خلي بالك انا بقسم الضرفين مش ثرف واحد يبقى ايه هقسم اللي بقسم التاشترافين على ثلاثة تلاتة سين على ثلاثة بتسوي اتناشر على ثلاث طيب بيبقى سين بقيت لوحدها في طرف و 18 على ثلاثة بتسوي كام بتسوي اربعة طيب يعني ايه سين بتسوي اربعة يعني مجموعة الحل بتاعتي اربعة طب انا عايز اتأكد ان الاجابة بتاعت دي صح هاخد الاربعة بتاعتي واطلع فوق وشيل وحط مكانها اربعة. هتبقى ايه? تلاتة في اربعة زائد سبعة. احنا اتفقنا مع بعض في ترتيب العملات الحسابية ايه? اول حاجة بعملها الاقواس. بعد كده تضرب والاسمة بترتيب المسألة. بعد كده تجمع والطرح. يعني اول حاجة هضرب التلاتة في الاربعة بكام? باتناشر. اتناشر لما اجمع عليهم السبعة يدينا كام? يدينا التسعتاشر. يبقى معنا كده الاجابة بتاعتي تسعتاشر. تبقى الرقم الاربعة بتاعهم اجابة صحيح. كده يبقى احنا خلصنا مع بعض درس المعادلات. يريد يا اولاد نحال الواجب اللي على المعادلات اللي موجود في الملزمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.